في يناير 1990 كان افتتاح أول فرع مكدونالدز في روسيا في موسكو تحديدا وقتها كان الروس مشتقين لأي حاجة من ريحة الغرب والثقافة الغربية انتهاء الشيوعية والانفتاح على الرأس مالية الغربية فرع مكدونالدز اللي افتتح في روسيا سنة 1990 كان أكبر فرع فتحته مكدونالدز وقتها الناس كانت وقفة طوابير محدش كم يتخيلها وصلت انك ممكن تنتظر ثلاث ساعات علشان تعمل أوردر مكدونالدز وباع حوالي 34 ألف ساندويتش بيرجر في أول يوم بس مكدونالدز عين وقتها حوالي 630 موظف من قص 27 ألف متقدم للوظيفة وكلهم كانوا متدربين انهم يبتسموا وده على عكس الثقافة السوفيتية الصارمة اللي متعرفش الهزار بس بعد 32 سنة اعلنت مكدونالدز انها هتقفل كل فروعها في روسيا موقعا وطبعا زي بكلنا عارفين ده نتيجة حرب روسيا ووكرانيا عدد الفروع اللي هتتقفل دلوقتي بيساوي 850 فرع اللي بتمثل حوالي 9% من إرادات مكدونالدز العالمية لان مكدونالدز بتمتلك أغلب الفروع هناك بنفسه طبعا ساهم مكدونالدز انخفض جدا من وقت الحرب خصوصا لما أعلنوا إغلاق الفروع دي طبعا هي مكدونالدز مش هي الشركة الوحيدة اللي وقفت أعمالها في روسيا إنما في حوالي 750 شركة تانية عملوا كده امان إيه المشكلة بقى لما مكدونالدز تعمل كده هيأثر بإيه يعني؟ يعني إيه الفرق بين مكدونالدز وستارباكس وبيبسيكو وكوكاكولا؟ من 850 فرع بتوع مكدونالدز في روسيا 84% من الفروع دي بيتم تشغيلها من خلال مكدونالدز نفسها الباقي بيبقى عن طريق الفرانشايز مكدونالدز بتخسر حوالي 50 مليون دولار شهريا اللي بيتمثل حوالي 6 سنت للسهم في حين انهم لسه بيدفعوا إيجارات كل الفروع بتاعتهم في روسيا بيخسروا طبعا نتيجة الإغلاق اللي عملوه وبردو مكدونالدز قفلت في روحها في أوكرانيا اللي عددها بيوصل لحوالي 108 فرع عشان طبعا سلامت الموظفين بتوعها وعلى الرغم من كده مكدونالدز أعلنت التزامها بدفع رواتب الموظفين بتوعها في روسيا وفي أوكرانيا وده طبعا عيب على الشركة عدد موظفين مكدونالدز في روسيا دلوقتي بيوصل لحوالي 62 ألف موظف لو مكدونالدز بدرت تدفع مرتباتهم لفترة أطول لو محدش عارف لحد إمتى هيفضلوا يدفعوا في حين انهم لو بطلوا دفع المرتبات ده هيبقى معناه ان لما يقرروا انهم يرجعوا البزنس بتاعهم تاني في روسيا هيغضوا وقت أطول علشان يقدروا يعينوا العدد الكبير ده عشان يرجعوا للسعة الكلية بتاعتهم وكل ده خسارة ليهم في توقعات ان مكدونالدز مش هتفتح في روحة تاني لحد آخر السنة وفي توقعات ان الاخلاق ده هيكون نهائي وانها مش هتفتح تاني أصلا يا ترى لو انت مكان المدير التنفيذي المكدونالدز هيبقى يقرارك هتفضل تدفع مرتبات 62 ألف موظف لأجل غير معلوم وتخسر 50 مليون دولار شهريا ولا توقف دفع المرتبات دي فورا أخذى في الاعتبار ان قرارك ده هيبقى معناه انك علشان ترجع الشغل تاني وترجع الفروع دي كلها للكباستي بتاعتها هتحتاج وقت كبير قوي علشان تعين الناس دي تاني ياريت تورونا بقى اقتراحاتكو لو كنت المدير التنفيذي المكدونالدز عزارة رأيكو في التعليهات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة